كواليس جملة المال الحلال أهو في مسلسل العتاولة مصطفى أبو سريع يكشف التفاصيل الدقيقة في لقاء خاص على برنامج الحكاية الذي يبث على قناة MBC مصر كشف الفنان مصطفى أبو سريع الذي يجسد دوراً بارزاً في مسلسل العتاولة عن الكواليس وراء جملته الشهيرة المال الحلال أهو وأكد أبو سريع أن هذه الجملة لم تكن مجرد كلمات عابرة بل كانت تعكس فلسفة حياته واعتقاداته الشخصية مشيراً إلى أن الشغل براحة واطمئنان يعكس نوعاً مختلفاً من الثراء حيث كان يؤمن بهذا المفهوم طوال حياته المهنية وتحدث أبو سريع أيضاً عن تجربته الشخصية في العمل مع أساتذاته وزملائه في المسلسل مشيراً إلى دعمهم المستمر وتشجيعهم له للابتكار والابتكار في أدائه الفني ما جعله يشعر بالارتياح والتوجيه في كل مرحلة من مراحل عمله وبخصوص رد فعل الجمهور على جملته الشهيرة أكد أبو سريع أنه تلقى تفاعلاً إيجابياً وتشجيعاً كبيراً ما دفعه إلى المزيد من الالتزام بمبادئه وقيمه الشخصية في حياته اليومية وعمله الفني وفي ختام اللقاء عبر أبو سريع عن شكره وامتنانه للفريق الذي عمل معه في مسلسل العتاولة وخاصة للمخرج أحمد خالد موسى الذي وصفه بأنه داعم للأفكار الجديدة والمثيرة مما جعل تجربته في العمل معهم أكثر إثراء وتحفيزاً هكذا كشف مصطفى أبو سريع نجم مسلسل العتاولة عن الكواليس وراء جملته الشهيرة المال الحلال أهو وعن تجربته الفنية والشخصية خلال العمل في هذا العمل المميز